اشتركوا في القناة 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 في البقرة ايام 28 قال يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة في الاسلام كافة ولا تتبعوا في السلم يعني الاسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان له عشان انه لكم عدو مبين في سورة النور ايه 21 يقول تعالى وهذه المهمة جدا الاية دي اللي هيكون على محور النداء اليوم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هو ما قال الشيطان لان ما فيش واحد عائل وعنده شوية عائلة هيروح يتبع واحد عدوله معروف يعني ولكن ربنا قال خطوات الشيطان ايواء لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر والخطوة هي المسافة ما بين القدمين والجامع خطى وخطوات او الخطوة والجامع خطوات فقال تنوعة العبارات وخطوات الشيطان يعني اثار الشيطان وعمل الشيطان وطرق الشيطان كما قال القتادة والسدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان قال ابن عطية رحمه الله وكل ما عدد السنن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان سواء كان عن استكبار او تكذيب او استهزاء او غير ذلك لانه يأمر به وينادي به ويدعو اليه اللي هو الشيطان ولا فرق بها بين ان يقال اتبع فلان الهوى وبين اتبع الشهوة او الشيطان او الحياة الدنيا في ان المقصد بجميع ذلك متابعة ما يصد عن الله سبحانه وتعالى شيطان ليه خطوات يا جماعة شيطان اول حاجة من خطواته انه يبدأ للانسان ويزين له يزين له ها الكفر ويزين له ويجمل له الكفر فاذا الانسان عنده ايمان يمتنع طيب هل الشيطان سيقف لا لا طبعا حيزين له الشرك طيب اعبد ربنا بس حط شريك مع الله طيب لو الانسان امتنع هل الشيطان سيقف لا طبعا ده حيقول لك ايه طب انت لا عملتك لا انت كافر ولا مشرك خليك بقى ايه زبط حالك مع شوية كبائر كده حيزين لك الكبائر من شرب خمره وبيع خمره وزينة وقتله وظلم الناس والغيبة وناميمة والكبائر موجودة كتير اوي اه وقرأوا كتاب الامام الذهبي اكتر من مئة كبيرة وهناك بعض الكتب ذكرت ربعم مئة كبيرة او اكتر كمان فطيب انا الحمد لله لا كفرت ولا اشركت ولا فعلت كبيرة وما زلت في حضيرة الايمان ومع المؤمنين ان شاء الله فيقولك طيب يا عم انت مزبط حالك اوي طيب شو رأيك خلينا اه مع الصغائر والله غفور رحيم يا عم هو كده بيجيش يقولك انت تروح جهنم لا ده بيقولك ربنا غفور رحيم يا عم مزبطها الصلاة بتغفر وجمعة بتغفر ورمضان بغفر وبتاع طيب اذا انت برضو ان شاء الله ايمان قوما قدتش تسمع له لا في كفر ولا في شرك ولا في فعل كبيرة ولا صغيرة لان الشيطان ممكن يقولك ايه الذين ربنا قال يا عم في كرانه اسمع الذين يجتنبون كبائر الايتم والفواحش الا المم الا المم دي الصغار ان ربك وسلم معك لا يا عم ده النار من مستصغر الشر وهذه الجبال انما هي من صغار الحصى وهذه الأنهار ما هي الا من قطرات الماء فاذا اجتمعنا على العبد اهلك نهو يعني تصور ان انت قطرة مع قطرة مع قطرة مع السنين دي هيبقى بحر بقى ده انت هتهلك او 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 تذر من الحصى مع ذرة من الحصى من صغير تكتمع على العبد فتهلك تبقى جابة يقع على راسك فتربها لك فالانسان اذا يعني كان مؤمن وإيمانه قوي لا استمع الى كبيرة ولا الشرك ولا يعني ولا الكفر ولا الشرك ولا الكبائر ولا صغير يجي الشيطان يعمل ايه يقولك تب انت كويس اوي ما عملتش ولا سيئة خالص فيقولك طيب ايه رأيك اه ما تعملش حسنات طالما انا بتعمل سيئة ما تعملش حسنات ويخليك قاعد كده صفر اليدين قوله لا طب انا هعمل طب انت هتعمل حسنات اه طيب مش هيسيبك برض هقولك تب شو رأيك ايه تهتم في سفاسف الامور وعظائم الامور سيبك منها سيبك منها تلاقي واحد كده ايه يجيسأ للشيخ مثلا مثلا يعني يقول له يا عام الشيخ هي انا عندي سؤال مهم جد يقول له ايه عام يقول له هي ام سيدنا موسى كانت اسمها ايه قال له ويقول له طب الشيطان طب البراقل الرسول كان راكبه كان بيبضو ولا بيولد قال له والسؤال ده حينفعك في ايه عام انت السؤال ده حينفعك في ايه اعرف يعني انت هتستفيد منه ايه في الدين بتاعك او دنياك يعني هل انت عرفت يعني اركان الصلاة وفرائد الصلاة وسنن الصلاة ومن هي الشيء التي تكرها يعني في الصلاة ومن هيات الصلاة مثلا يعني هل عرفت نصاب الزكاة بتاعتك اللي هتتفاح السنة دي هل عرفت مبطلات الصوم هل عرفت يعني امور دينك المهمة جدا في العبادات وغيرها التي يعني لا يقوم امر الدين الا بها هل أنت عرفت كل كلام ده عشان تجي تسأل لأم سيدة موسى اسمها إيه وربنا قالوا لا تسألوا عن أشياء أنتو بدأ لكم تسوقكم ما هو الشيطان بقى بيحطوا لك خطواتها معوقات في حياة طيب أنت بقى ما سمعتش كلامه خالص لا سمعت كلامه في الكفر ولا في الشرك ولا في ارتكاب الكبائر ولا الصغائر ولا حتى التوقف على الحسنات ولا أن أنت تهتمل بسفاسي في الأمور وأصبحت راجل مؤمن الحمد لله وعرف طريقك كويس جدا جدا اللي هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه زي ما قلنا مبارح أن طريق الحق واحد وطريق الباطل متعددة وطرق الباطل متعددة فلما أنت تعرف طريقك وتبقى كويس إن شاء الله الشيطان بتظن أنه حسيبك ده خطواته ملعون هذا لا ده حيشوف حد من شياطين الإنس ييجي يطلع عينك حتلاقي وقفلك كل يوم كده يسلط عليك شياطين الإنس هو فيه شياطين الإنس طبعا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض نزخرف القول لغرورة فيه شياطين إنس كتير قوي وأصعب من شياطين الجن فخلي بالك الشيطان مش حيسيبك طب أنت حتى لو قدرت ربنا ينقذك منه ومن عرف ومن شياطين الإنس والجن هل أنت حيسيبك لحد موتك أو حتى في سكرات الموت وانت أضعف ما تكون لا والله سيأتي إليك من العالم الآخر وأنت في أضعف النقاط حياتك في سكرات الموت وأنت على فرش الموت يقول لك أنا أمك أنا أبوك أنا جئت إليك من العالم الآخر أكفر بمحمد وبالإسلام واتبع كذا وكذا وكذا قال له يعني وش حيسيبك لذلك ربنا قال يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخيرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالشيطان يا جماعة يعني جلنا في مسألة الحلال والحرام مثلا يعني يجي يحلل لك ويزين لك الحرام والفواحش والسوء وهذه الأشياء وأكتر حاجة إن الإنسان ممكن يزل منها شهوة البطن وشهوة الفرج لذلك النبي على السلام قال في الحديث يعني من يضمن ليه ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة فالناس يعني مسألة الطعام والشراب والحلال والحرام فيها مهمة جدا جدا بعض الناس تحلل تحلل ما حرم الله اللي بيبيع خمره واللي بيشرب خمره واللي بيتاجر في الريب واللي 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 بيشتغل في الحاجة المحرمات المعروف أو يحرمونا ما حل الله عمرك شوف تحدي بيحرم حلالا أي والله شوفنا في البلد دي معاه شيخ يوسف شوفنا في البلد دي كتير والله مثلا واحد مركز أوى على شغلة الزبيحة الحلال والزبيحة الحرام لما خللنا السمك عايز يبقى زبيحة حلال وحرام يقولك البيض فيه خنزير ولا ما فيش فيه خنزير ويجيب لك حاجات غريبة كده ويقعد بشدد على نفس ويشدد على الناس بدون علم وبجهل وكنت أنا قعد بتكلم بل يومين ثلاثة على مسألة الحرام والحرام دي في مسألة الطعام أهل الكتاب طب يا عمي ما تروح على اليوتيوب وسبك من سيد جمعة وسبك من فلان وعلان إذا ما قلت شيء تواصق في علم الناس اللي موجودة في أمريكا مع أننا عندنا علماء كبار أو تمه قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أهل الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا له قال له وقال لما ستين عيشة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن قوما حديث عهد بإسلام يؤتى إليهم واستبدل إليهم طعام بلحم أو شيء بلحم فماذا يفعلون قال صلى الله عليه وسلم يسموا ويأكلوا وأدمتها بالشفعية سموا كل فطلام ربنا أهل عز وجل طعام أهل الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعية عند امرأم يهودية وكانت يعني أطعمته شاه فما سألها والشيخ الله مصلى رسول الله الشيخ ابن عثمين قال لا ينبغي حتى الإنسان يسأل طالما هم أهل كتاب وربنا سموهم أهل كتاب في القرآن طيب طيب هليني دكتور أخذ من حولي الإذاعية وبعدين نرزع لحضرتكم طيبة حضر نيسا وعليك السلام عليكم مرة تانية السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتور دكتور في مشكلة في مشكلة في مشكلة وإحنا صيّين على وفق الإفطار سرعة باشا الساعة في اليوم وهكذا ينكر ذلك الأخ أو تلك الأخت وهكذا أن الشيطان يظن أنها فصحة وشطاها من حضرته وهو يتعدى بذلك على حق وينه والشيطان ينكر في ذلك الفق ويجلنه ورأينا في مجالس الصلح على الحجة من الكرشيب والحجة من الجبارة وأجرافة وغيرها الكثير كنا في جوافات وإما بذلك نركب كل كلامه على غير ما هو حقه لكن الشيطان يلا 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 نكون وقفين عند الحق وعند كما قلت لكم أن الحق واحد والباطل متعدد فالإنسان لا يتبع هواه زي ما الإمام الشافعي قال إنه ابتليت بأربع ما سلطه إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فالإبليس الشيطان إبليس والدنيا والنفس والهوى هو الإنسان فالإنسان يكون وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى إذا كنا قال الله وقال رسول الله ما تقولش قال فلان وعلان با خلاص انتهت سحزين كلام كتير لأن ليس هناك قول بعد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إيجا يا فضل الشيخ سيدنا عبد الله المسعود دعية إلى ضرع ضرع لحم الضرع